اشتركوا في القناة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي بحضور سعادة الدكتورة الشيخ رنا بنت عيسى بن دعية الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي وثم نسمو الشيخ خالد بن حمد دعم ومشاركة الجامعة الأمريكية بالبحرين للمبادرة مؤكدا على أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة في المملكة تمثل أحد العناصر الرئيسية في مبادرة مقعة خالد بن حمد ليجي للذهب والذي يهدف إلى خلق بيئة مناسبة لللاعبين المميزين يتوفر فيها التحصيل العلمي في أفضل الجامعات محليا إلى جانب مواصلة التألق في الجانب الرياضي متطلعا سموه لأن تكون هذه الاتفاقية بداية تعاون مستمر بين الجامعة المركية بالبحرين والهيئة العامة للرياضة على أكثر من مستوى من جانبها أكلت سعادة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمنا مجلس التعليم العالي أن تعاون مؤسسة التعليم العالي مع الهيئة العامة للرياضة يمثل دافعا للشباب وحافزا لهم لمواصلة مسيرتهم الرياضية في مرحلتهم الجامعية لافتة إلى أن مجلس التعليم العالي بدوره سيقدم كل الدعم والمساندة للطلبة الرياضيين وتشجيعهم لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية والرياضية في آن واحد وأعرب سعادة رئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عن شكره الجزيل لسمو الشيخ خالد بن حمد على حضوره ورعايته لمراسم توقيع الاتفاقية مشيرا إلى أن دعم الجامعة الأميركية بالبحرين لمبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب سيفتح الأفاقة أمام اللاعبين الناشئين للتحصيل الأكاديمي أعالي المستوى من جانبه عرب رئيس الجامعة الأميركية بالبحرين عن شكره لسمو الشيخ خالد بن حمد على رعاية حفل توقيع الاتفاقية مؤكدا على أن الجامعة تسعى للمشاركة في المبادرات الخلاقة التي تهدف للمساهمات في التطوير في مملكة البحرين ومن ضمنها مبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب التي تساهم في تنمية المهارات الأكاديمية لرياضيين المميزين في بيئة تعزز من تفوقهم الرياضي اشتركوا في القناة